السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعنا وزبائنا الكرام في شركة امتلاك العقارية عودناكم دائما أنه نعمل مقابلات بشكل مستمر مع زبائنا ومع الأشخاص اللي ينضموا لعائلتنا عائلة امتلاك العقارية للحديث عن تجربتهم التملك في تركيا أو تجربتهم في التملك والحصول على الجنسية التركية معنا الأستاذ أبو محمد اليوم حابين نرحب فيه أهلا وسهلا فيك في تركيا وفي عائلة امتلاك نحيكم الله أستاذ أبو محمد حضرتك يعني جئت لتركيا وتعاملت مع شركة امتلاك وتملكت عقار ومثلما حصلت على الجنسية التركية حابب أعرف أولا ليش اخترت تركيا ليش كان اختيارك لتركيا دونا عن بلدان أخرى طيب بسم الله الرحمن الرحيم أولا أشكركم واشكر امتلاك على مقابلة هذه حقيقة من باب أنه أبدي رايب بشكل صريح عن تجربتي ما امتلاك بشكل عام طيب أولا ليش نختار تركيا حقيقة يعني كان عندي عدة توجهات فين أروح يعني أنا كشخص الآن كيمني مع الأوضاء اللي في اليمن حابين نشوف نبحث عن بدائل فكان عندي عدة شروط أولا لازم أروح إذا بروح يكون بلد إسلامي هذا هو النقطة ثانيا برضو ما يكون بلد بعيد جدا عن المنطقة اللي هو منطقة المنطقة العربية نعم فوجدت أنه تركيا هي أنسب خيار خصوصا أنه في عندي بعض الزملاء اللي سبقوني في هذه التجربة وأخذت رأيهم فعلا وأخذت رأي بعض الزملاء حتى أو بعض الأصدقاء اللي راحوا فيماكن ثاني فبعد البحث وجدت أن تركيا هو أفضل خيار حسب احتياجاتي وشروطي طيب أنت كيف وصلت إلى شركة امتلاك كيف يعني اخترت شركة امتلاك من شركات أخرى نعم في عام 2019 لما فكرت فعلا في هذا الموضوع أنه لازم أخذ خطوة جدية فعلا في أنه أتجه إلى تركيا بنت في البحث وكان مصدر البحث بالنسبالي هو أساسا للإنترنت في البداية فكنت أبحث في اليوتيوب وأبحث في المواقع وأبحث في بعض المنتديات وتواصلت حقيقة مع بعض الشركات وصار فعلا يعني تواصل قوي جدا مع كثير من الشركات المختلفة طبعا من الطبيعي أنه كل شركة عندها ميزات وعيوب وعندها عروض مختلفة لكن أنا كشخص يعني ما لي في تركيا ولا نعيش في تركيا ولا عندي خبرة حتى في الشركات الموجودة اللي هنا فكان يهمني جدا أولا سمعة الشركة فكنت فعلا أبحث وأشوف أراء الناس حتى في بعض المقاطع اللي في اليوتيوب كنت أقرأ التعليقات اللي موجودة في بعض المقاطع وفي بعض المنتديات إضافة لأنه في عندي زي ما ذكرت بعض الزمراء اللي سبقوني أو بعض الصلاة الصلاة التركية أستشرتهم حقيقة في هذا الموضوع وما أخفيك يعني من الأشياء الغريبة أن أحد الأصدقاء هو شغال أو يعمل في الشركة ممكن يقول لحدني ما منافسة لإمتلاك يعني بيقدم ونصف خدمات بس لقرب علاقتي معه فسألته عن إمتلاك الحقيقة أعطاني تسكية غريبة يعني زكة إمتلاك بدون ترد قال لي شركة يعني سمعتها جدا ممتازة هو شركة كبيرة وقوية وإذا ورحت معه ما هتخسر كلمته هذه بصراحة أولا أنا رثق بالشخص صاري جدا ثانيا هو أصلا بيحمل في شركة يعني تقريبا منافسة فكلمة هذه صراحة يعني هي اللي خلاص يعني قلت هذه كلمة هي الكلمة اللي الصحيح وفعلا توجهت لإمتلاك وما ندمت لنجهة لإمتلاك الحمد لله ربا طيب نحن يعني اخترنا العقار وبعد ما اخترنا العقار يعني بدأنا بإجراءات الجنسية كيف كانت فتة اختيار العقار كيف توصفها الفترة اللي تلتها فترة الحصول على الجنسية التركية كيف كانت كيف تقيمها نعم طبع في بداية كنت في تواصل مع مركز الاتصال عندكم هنا قسم أبيعات ورد عرض لي بعض المشاريع بعض الأفكار اللي موجودة هنا وحدد طبعا اتفقنا على وقت الزيارة وفعلا خصصوه لمستشار عقاري المدة تقريبا اسبوع فكنا فعلا يعني نشوف المشاريع المختلفة الحقيقة يعني انا انبهرت في ذي الفترة بصراحة انبهرت بالشخص اللي كان معي انه ما شاء الله يعني كان عنده داتابيس يعني ما مور عن المشروع اللي يقول لي مميزاته وعيوبه وينبهني على الشغلات انا حقيقة يعني كقلة خبرة يعني لا 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 ثم هو كان ممكن اختلت مشاريع غلط يعني فعلا فيه مشاريع عجبتني فروحت نويا على المشروع وقلت لهذا مشروع كويس قال لي لا قال لي مثلا المشروع فيه لواحة اثنين ثلاثة فيه اشياء ممكن انا ما تظهر لي او ما تكون ظهر بالنسبة لي فربهني عليها فعلا وجيتنا كلام صح والحقيقة اللي خلينا اطمن اكثر في ذيك الفترة نفسها يعني حاولت ان اجمع معلومات من مصادر اخرى ووجدت كلامه صحيح ودقيق 100% يعني هذا الشيء برضو طمني اكثر فلهذا السبب يعني كنت مرتاحة جدا في التجربة هذه واللي اللي عجبني في الموضوع حقيقة واللي شفت انه كويس اللي هو التنظيم الرهيب اللي امتلاك يعني ما شاء الله انا اشعروا ان عندكم انتم جيش ما شاء الله من الموظفين المتخصصين يعني كان في شخص مثلا في المبيعات ثم شخص كمستشار عقاري ثم ما بعده هو الافترسيل ستيم اللي اشتغلوا معايا في الاجراءات سواء من اجراءات بنكية او اجراءات اخرى اه او حتى الامور متعلقة بالتفاويض او الوكالات اه وبعدها اجراءات المعاملة للجنسية وكان فيه متابعة مستمرة وفيه تواصل حقيقة يعني مستمر معهم اه هذا الشيء حقيقة ابهرني يعني جعلني حتى انه يعني ارتاح اكثر انه انا فعلا مع الشركة اه كي ما اقولك يعني عارف اشي تسوي يعني كل خطوة لها تيم مخصص بيدها باحترافية ممتازة طبعا طبعا يعني نحن باذن الله تعالى هذا دايدنا في امتلاك انه نحن نحن نقدم اكتر او افضل خدمة واجود خدمة ممكنه لكل شخص حابب يتملك في توكية وخاصة نحن عملاء هنن عملاء هنن عملاء اجانب غريبين عن البلد فبالعكس انه بحاجة لا اهتمام اكبر و بحاجة لهم يعني مساعدة اكبر من يعني الناس اللي هنن اهل البلد هون طبعاً نحن بعدما حصلتم حضرتكم على الجنسية التركية تعرفوا بعد ثلاث سنوات يقولوا للشخص الذي تملك وحصل على الجنسية أنه يبيع العقار الذي اشتراه بهدف الحصول على الجنسية لو تخبرونا شوي عن هذا الموضوع العقار هالعقار لازم موجود؟ إيش ساوينا فيه؟ شو عمنا فيه؟ لحتى الناس تستفيد من تتجربتكم وخبرتكم في هذه النقطة نعم وفعلاً بعد ما كنا ثلاث سنوات فكرت أنه فعلاً أبيع العقار والسفيد من فرق النمو الذي صار في السعار في تركيا أولاً طبعاً هو بفضل الله تعالى يعني أولاً ثم بفضل الامتلاك في اختيار المشروع الصح يعني هذه أهم نقطة حقيقة أنه الاختيار كان يعني ما شاء الله موفق بفضل الله تعالى أولاً فلما انسألت الامتلاك أنه أوكي ودي أبيع الوحدة اللي عندي كم ممكن تجيب ليه فقالوا لي ممكن تجيب لك هذا السعر فطبعاً قلت أوكي إذا أنا موضوع مناسب إن شاء الله بتوكره على الله ففعلاً كان هناك متابعة جيدة منهم قالوا أوكي أعطينا إيش أخلينا سوينا وكالة تمام عشانه خلاص نبدأ الإجراءات وفعلاً أعطيت الوكالة لإمتلاك وبدأ في التواصل مع المشتري وتواصلوا معي في خصوص الإجراءات وتحديد الوقت للزيارة عشان تماماً لأمنة البيع يعني أنا حقيقةً يتجيروا بالنسبة لكها تغريبة شوي يعني يمكن لأنه أول مرة أبيع وسوي عملية مالية كيف كان رضاكم عن موضوع السعر يعني فقط السعر هل كان في تحقيق خامش شبح مرضي بالنسبة لكم عند عملية إعادة بيع العقار نعم لا بالعكس السعر كان جداً ممتاز الحقيقة حتى أنا من امتلاك باللغة وني قالوا ممكن تجيب لك هذا السعر للأمانة أنا حاولت أسفل السوق من بعض المصادر ووجدت من فعلاً السعر القروني يمتلاك هو فعلاً هذا السعر السوق وهذا ما يمكن نحصل عليه فالحمد لله كان فيه نمو في راس المال ممتاز جداً ما شاء الله وأنا أشجع حقيقةً يعني أي أحد يعني أنه كاستثمار في تركيا في العقارات أشعروا استثمار ناجح جداً وصوصاً في عملية أنه شراء في بداية في مرحلة معينة ثم عارت بيعه في مرحلة لاحقة ما شاء الله المردود جداً رائع بصراحة وخصوصاً أنه طريقة التعامل مع امتلاك وإنتهاء الإجراءات بشكل يعني ممتاز وسلس هذا الشي مروح جداً صراحة يعني كان مروح لي جداً لأنه أنا كغريب عن البلد ما عرف حتى ننظمة كيف وكيف طريقة التعامل وشي الإجراءات أصلاً ما عرف نهائياً يعني أي شيء فكنت أقول للأخ اللي كان نشتغل معي في امتلاك أقول له شوف أنا مفوضك 100% وأنت بالنسبة لي أنت عقلي وأنت عيني يعني تمام فاللي تسوي أنا معك وفعلاً ما خب ظن نهائياً يعني في امتلاك وما شاء الله بالأكس الحمد لله تمت العملية بكل سلاسة وبشكلنا راضي عليه جداً الحمد لله شكراً شكراً جزيلاً لكم أستاذ أبو محمد على هذه الشهادة التي نعترز بها وشكراً لكل متابعينا في شركة امتلاك العقارية نلقاكم على خير إن شاء الله